السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء. طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهاردة ان شاء الله بنا استكمل وحدة رقم ستة. ومعنا الدرسين تلاتة واربعة. اه بنشرح فيهم النصوص الاستماع والنصوص الريدنج. مع عرض لأهم الكلمات الخاصة بالوحدة كلها بالدرسين تلاتة واربعة عموما. خليكم معنا ما تروحيش فيها حد. صفحة رقم ثلاثمية وخمستار شرش اشباب. بيقول لي اه سبوتلايت اون بورت سعيد. يعني تصليت الدوء على بورت سعيد. بيقول لي بورت سعيد is located in the north east of ايجبت. بورت سعيد بيطقع في شمال شرق مصر. The city is known for. معنا كلمة نون فور يعني مشهورة بي بيتساوي كلمة فيماس فور. نون فور بيتساوي فيماس فور. معلش يا جماعة ما كانتش تظهر على الشاشة. نقول من الاول. سبوتلايت اون بورت سعيد. القائد او دسلت الدوء على بورت سعيد. بورت سعيد is located in يعني تقع في اه the north east of ايجبت شمال شرق مصر. the city is known for. المدينة مشهورة بي. its ships. سوفوا متاعتها. which come and go from around the world. اللي بتيجي وبتذهب لكل انحاء العالم. من وإلى كل انحاء العالم. بورت سعيد is connected to. بورت سعيد مرتبطة بسوز بالسويس. باي يعني بواسطة قناة السويس. من فيش الكسير من الاسماك. ار كوت يتم صدها. دي مبنية دي المجهول يا شباب. هنعرف النهار ده مجهولة ان شاء الله. مع تصريف سالس. هنا بقى هتتطرح اهمية التصريف السالس. اللي احنا طوله عمرنا بنقول تصريفاتك حياتك. آآ الكسير من الفش. طبعا كلمة الفش هنا يا جماعة جمع. جمع. واحد يقول لي طب يعني زي كان هي اللي جمع يا ميستر مش فيش. اقول لك لا فيش جمع او فيش جمع. ايه الفرق بقى بين فيش وفيش هقول لك انا دلوقتي خليك معي. فيش معناها اسماك من نوع واحد يبقى السمك من نوع واحد يبقى اسماك كتيرة من نوع ايه واحد بس. انما فيش از 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 معناها اسماك من انواع مختلفة. يبقى اسماك من انواع مختلفة. ده الفرق بين كلمة فش وايه وفيشز. المهم اه واحد قلت ابقى مصر اعرف ازاي انا يعني دي جمع. لو قل لك اه. لو حطي لك اه قبل فش يبقى كده بقت مفرد. لو قل لك اه قبل فش. طيب المهم بيقول لي ميني ميني فيش سماك كتير ار كوت يتم مصيده. ان زاسي في البحر نير بور سعيد بالقرب من بور سعيد. صفحة 316 احنا جماعة بنشرح من كتاب الخارج المعاصر عشان الناس اللي بتسأل احنا بنشرح من ان يكتب بالزبط. طيب. سبوتلايت اون تانتا. تصليد الضوء على تانتا. بيقول لي تانتا is located in the north of ايجيبت. تقع في شمال مصر. lots of cotton is grown in the area. خلي بالك is the ever to be. وجرون تصريف سالس للفعل يعني يزرع. يبقى الكثير من القطن يزرع in the area. اه في المنطقة. يعني في تانتا يعني. the city is known for. المدينة مشهورة بي. it's delicious sweet. الحلوة بتاعتها اللذيذة. تانتا's beautiful الاحمدي موسك is visited. خلي بالك ازا هي معاها تصريف سالس من visit. visit يعني يزور. لما نلاقي قبل تصريف سالس من visit يبقى توزار. يتم زيارتها. بقت مبنية للمجهول. هنشرح ان شاء الله في جزء الجرامر. يبقى اه المسجد الجميل بتاع تانتا اللي هو مسجد الاحمدي. اللي هو سيد احمد بدا ويا انا جماعة. is visited يزار. او يتم زيارته. by بواسطة thousands of people. الاف الناس. every year كل سنة. بعد كده عندنا. my home city. المدينة بتاعتي. المنشأ بتاعي. is menia. هي المانيا يعني. it is located. انها تقع. near the nile. قرب نهر النيل. lots of food. الكثير من الطعام. is grown. verb toimata sebsalism. يبقى الكثير من الطعام يزرع. in the local area. في المنطقة المحلية. يعني الداخلية ليه المانيا. like potatoes. زي ايه المحاصيل ديت. البطاطس. wheat والامح. and sugar والسكر. the city is known for. خلي بالك من حرف الجر for. known for. وقابليهم طبعا is. يعني مشهورة ب. يبقى المدينة دي مشهورة ب. المانيا يعني مشهورة ب. it's delicious black honey. العسل الاسود. اللذيذ بتاعها. يبقى black honey العسل الاسود. بعد كده. the honey is made from sugar. آآ العسل بيكون مصنوع من السكر. يبقى هنا خلي بالك is. وراء تصيب ثالث من make اللي هي made. يبقى العسل يصنع. ما تقولش يصنع. لا ده يصنع. مبنيه المجهول. العسل يصنع. from sugar. يعني من السكر. هنبقى نشرح ايه الفرق بين made from و made of. طيب. الكثير من الآثار القديمة. آآ and the buildings. والمباني. are found. توجد في. in the city في المدينة. my city is very beautiful. المدينة دي جميلة جدا. and interesting وشيقة. بعد كده عندي موضوع بعنوان the north hotel. الفندق الشمالي. the north hotel is located on a lovely beach. بيقع الفندق الشمالي دوت. يقع on a lovely beach. على. خلي بالك هنا في on. a lovely beach. على شاطئ جميل. and every year. وكل سنة. the hotel is visited. يزار الفندق. buy more and more tourists. بواسطة آآ سياح اكتر واكتر. however ولكن. the hotel owner. يعني مالك الهوتل. مالك الفندق. said that. قال ان. آآ last year. ان السنة اللي فاتت. there were not. ما كانش موجود as many turtles. ما كانش موجود سلاحف كتير. on the beach. على الشاطئ. as usual كالعادة. ما كانش فيه آآ سلاحف كتير كالعادة على الشاطئ. عندنا as many ahyat. وفي بعد زبيتش as ahyat كمان. ماشي. بعد كده صفحة 317. بيقول لي. as a result. ونتيجة لذلك. the hotel is helping the turtles. الفندق بيساعد السلاحف. خلي بالك ان كلمة turtles هي سلاحف تعيش في الماء. turtles. انما tortoise. اكتبها لك اهيت. دي السلاحف العادية التي تعيش في البر. لا تعيش في الماء. بني ايه سلاحف برية. انما turtles سلاحف ايه مائية. بتعيش في الماء في البحر مثلا او النهر. طيب. the turtles. parts of the beach. اجزاء من الشاطئ are closed. are closed to tourists. بيتم آآ غلقها امام السياح. so that turtles are safe. عشان وده من اجل ان السلاحف تكون سيف امنة. and at night وبالليل. when the turtles leave their eggs. لما السلاحف بتغادر البيض بتاعها. in the sand في الرملة. the hotel workers عماد الفندق. stop any tourists بيمنعوا اي سياح. from visiting the beach. من زيارة الشاطئ. طبعا حرصا على الترتلز ويه البيض بتاع الترتلز. بعد كده the south hotel. الفندق الجنوبي. the south hotel is near the coast. and every year it takes tourists scuba diving. بيقول لي الفندق الجنوبي بيكون قريب من الساحل. coast بتاخد السياح scuba diving. يعني السياح بيقوموا بscuba diving الغطس تحت ايه آآ الماء. من خلال استخدام انبوب تنفس. however ولكن workers on the boats العمال اللي على القوارب. believe ziyat. يعني تكدونا ان كورل ريفس الشعب مرجانية are often damaged. طبعا دي برضو مبنية مجهول يا جماعة. are. معها damaged. تصريف سالس. معناها يتم اطلافها غالبا. buy scuba divers. يتم اطلافها بواسطة آآ scuba divers. اللي هم الغطسين اللي بيستعملوا. انا بيبتنفس. the hotel is now working with a charity. حاليا الفودو بيعمل مع جمعية خيرية. that helps the coral reefs اللي بتساعد الشعب المرجانية. now some of the money. دلوقتي بعض المال. the tours pay for the boat trips. اللي السياح بيدفعوها. المال اللي بيدفعو السياح للرحلات آآ الرحلات بالقارب. is used to help. تستخدم في مساعدة آآ protect the coral reefs. بتستخدم في المساعدة في حماية آآ كورل زا كورل ريفس الشعب المرجانية. بعد كده the east hotel. الفندق الشرقي. the east hotel is very new. يبقى جديد جدا الاست هوتل ده. آآ only green energy. آآ طاقة آآ جرين هنا عن خضراء. ومعنى خضراء قلنا طاقة نظيفة. طاقة نظيفة فقط. from the sun من الشمس and wind. والرياح is used as the at the hotel. تستخدم في الفندق. يبقى طاقة نظيفة من الشمس ومن الرياح. طاقة الرياح يعني طاقة الشمس. بتستخدم. خلي بالك is وراها تسبسيالس قلنا تستخدم مبني المجهول. at the hotel في الفندق. the hotel also produces. خلي بالك من نطقي كلمة فندو. اسمها the hotel. في ناس دولة hotel. غلط. غلط غلط. the hotel also produces. الفندو ايضا آآ بينتج very little rubbish. آآ يعني آآ قمامته يعني القمامة اللي خارجة منه قليلة جدا. most of it is recycled. معظمها بتم تدورها. ادي ازا هي وتصف سالسة هي. يتم تدورها. all the fruit and vegetables at the hotel restaurant are grown. برضو مبنية المجهول يتم ازرائتها. كل الفاكهة والخضار في الفندق آآ في مطعم الفندق. are grown on local farms. بتم ازرائتها في المزارع المحلية. and the people working at the hotel والناس اللي شغالة في الفندق. آآ آآ are all from the local villages. كلهم من الكرة المحلية. يعني الكرة المجاورة مش كرة بعيدة. بعد كده اخر حاجة في تلتمية وسبعتاشر. بيقول لي ايجيبت has a dry climate. مصر آآ المناخ بتاعها جاف. this means وهذا يعني there isn't much rain. معنى كلمة جافية يا جماعة منوخ جافية يعني ما فيش مطر كتير. every year يعني كل سنة about seventeen centimeters of rain. حوالي سبعتاشر سنتي من الماء. falls بيسقط in the north. في شمال. of the country. في شمال مصر. the country مصود بيها مصر. it is drier. اكثر غفافة. in the south. في القنوب. and in the desert. في الصحراء. there is only about point twenty five centimeters of rain. every year. يعني يوجد يا دوبك اه 25 من مية اه سنتيمتر من المطرة في اسوان سنويا. ودي طبعا تعتبر نسبة ضائلة جدا. يبقى الجنوب من مصر بيكون drier اكثر جفافا. بعد كده ايجيبت is also hot. مصر ايضا بتكون حرة. it's sometimes forty centigrade. or hotter in Cairo. ممكن توصل درجة الحرارة اربعين درجة او اكثر حرارة يعني في القاهرة. in other places وفي اماكن اخرى. the temperature. درجة الحرارة is higher. بتكون اعلى. than that. عن هذا المعدل. ان لوكسر. ففي الاكسر. it can be forty four centigrade. ممكن توصل درجة الحرارة ليه اربعة واربعين. and the desert is even hotter. والصحراء حتى كمارة الصحراء تبقى هوترا اكثر حرارة. صفحة ثمية وطمانتاشر بيقول the people and the animals that live in the desert need to protect themselves from the sun. الناس والحيوانات اللي عايشة في الصحراء محتاجين ان هما محتاجين ان هما protect themselves. يحمل نفسهم from. يعني من the sun. من الشمس. يعني he is kept cool during the day. يعني هو الراجل دوت اه kept cool. محافظ على درجة حرارة جسمه يعني. اه is kept cool. اه during the day اثناء النهار. ازاي بقى buy this traditional item of clothing. بواسطة اه النوع دوت التقليدي من الملابس اللي هو الجلبية. and this is a this is a this is a fennec fox. and this is a fennec fox. يعني سعلى بالفنك. it's large ears. الودان بتاعته طويلة. help to keep it cool. بيساعده في انه هو يحتفظ ببروته. it can be colder. in the desert. ممكن يبقى اكثر برودة في الصحراء. when the sun starts to go down. لما الشمس تبدأ ايه تغرب. يبقى الجواب يكون اكثر برودة في الصحراء عند غروب الشمس. that's why you only see some animals. هذا والسنف انك انت ممكن تشوف بعض الحيوانات. like this caracal. or caracal. يعني cut the caracal. in the. هذا والسبب انك انت بتشوف بعض الحيوانات زي كراكال. اه قط الكراكال. اه يبقى السير في انك انت بتشوف قط الكراكال دوت. هو ان اه مع الغروب بتاع الشمس بتكون في نسبة ايه برودة. ده في الصحراء. in the evening. في المساء. when it isn't as hot as. ما بيكونش الجوا حر زي وقت الزهيرة. هنا بفوض حرف الاية جماعة بالاسمون مش بالكابتال. لان دي تكملها اللي هي الجملة. يبقى حيوان الكراكال دوت قط الكراكال دوت. بنشوفه في الصحراء في الوقت الغروب. اه في المساء. لما الجوا تمام بيكونش حر قوي. زي وقت ايه? الزهيرة. يبقى الحيوان دوت بيخاف من الحر الشديد. فما بيزهرش في وقت الزهيرة. لكن بيزهر في اخر النهار. عبد الغروب كده. but like but like in many other countries. ولكن زي ما في بعض الدول الاخرى. around the world حول العالم. Egypt's climate. فان مناخ مصر is changing. مناخ مصر ايه? بيكون متغير. it's hotter today. جاءوا النهاردة مثلا اكثر حرارة. than it was 60 years ago. عن ستين سنة قبل كده. and the rain is heavier. والمطرة اه اكتر يعني يوصلين اكتر. than it used to be. عما كانت قبل كده. houses and the buildings are damaged by these heavy rains. طبعا الكثير يا جماعة من البيوت والابنية. are damaged. يتم اطلافها. by بواسطة these heavy rains. هذه الامطار شديدة. كلمة heavy يعني سقيل. ولكن heavy لما تيجي مع rains. تيجي بمعنى امطار شديدة. we need to work together. احنا دلوقتي محتاجين نشتغل مع بعض. يعني فيها تعاون يعني. to protect the environment. لكي نحمي البيئة. our climate and our world. ونحمي برضو اه المناخ بتاعنا. اه العالم اه بتاعنا. اخر حاجة في تلتمية وطمانتاشر. اه podcast presenter. ولي podcast presenter يعني مقدم برامج النشرة الصوتية. today on environment matters في الشؤون حاليا في الشؤون البيئية. او المشاكل يعني الخاصة به البيئة. we're looking at tourism. احنا منبص على السياحة on the red sea coast. على ساحل البحر الاحمر. سلمة فوزي. سلمة فوزي. from the ministry of tourism. من وزارة. يعني وزارة. من وزارة السياحة. is here. بتكون هنا. to talk about how we can have tourism in Egypt that doesn't damage the environment. يعني ايه الكلام ده? بقول لي من سلمة فوزي من وزارة السياحة. بتكون هنا عشان تتكلم عن اه ازاي احنا نقدر اه نخلي السياحة في مصر لا تتلي في البيئة. يعني ما تكونش مضرة لي البيئة. صفحة 319. مكتوب podcast presenter. المقدم بقى بتاع البودكاست بتاع النشرة الصوتية دي بيقول ايه? hello سلمة. زك يا سلمة. you are interested in helping both tourism and the environment. isn't that right? انت يا سلمة مهتمية بي. خلي بالك interested in معناها مهتم مهتم بي. انت يا سلمة مهتمية بي مساعدة اه كل من السياحة والبيئة. البيئة. اليس كذلك? مش دا كده برضو مظبوط. قالت له exactly. يعني بالزبط. tourism is very important to Egypt. السياحة بتكون مهمة جدا لمصر. our beautiful coast. الساحل بتاعنا الجميل is visited. يعني يوزار. by بواسطة people from around the world. يوزار بواسطة الناس من كل انحاء العالم. which is great. اللي بتكون طبعا جريت. اه يعني الكوست دوت بيكون جريت عظيم. but the coast also has coral reefs. ولكن الساحل ايضا به شعب مرجانية. and lots of important والكثير من important wildlife الحياة البرية المهمة. like sharks زي اسماك الكرش. dolphins and turtles. والسلاحف المائية. والدلفين. a podcast presenter بيقوله. what are you doing to protect the environment. يا ترى انتو دل الوقت بتعملوا ايه عشان تحموا البيئة. سلمة ردت وقالت. well. the islands on the red sea coast are all natural reserves. يعني كل الجزر. اه في. اه ساحل اللي هي على ساحل الوقاء على ساحل بحر الاحمر. كلها بتكون اه آآ natural reserves. يعني محميات طبيعية. we are also working with hotels. احنا ايضا بنشتغل مع الفنادق. and travel companies. وشركات السياحة. we have rules. احنا عندنا قواعد وعندنا قوانين. قواعد for new buildings. للمباني الجديدة. to make them greener. لجعلها آآ اكثر ملاءمة ونظافة للبيئة. we also give prices to companies. احنا ايضا بنعطي ونمنح جوائز للشركات. that are the best. احسن شركات يعني بتكون افضل شركات. at looking after the environment. اللي هي بتكون مهتمية وبطرعة البيئة. آآ بودكاست بريزنتر بقول جود ايديا فكرة. هاي لفكرة جميلة. سلما ردت وقالت. we also think that it's important to teach tourists about how to look after our special environment. ايه معنى الجملة دي? بيقول لي احنا برضو سلما بتقول احنا ايضا آآ بنعتقد بان من المهم ان احنا نعلم السياح بخصوص ازاي يعتنوا بآآ البيئة الخاصة بتاعتنا. آآ خاصة يعني يا جماعة المحميات الطبيعية. آآ when the are on the beaches. لما بيكونوا على آآ السواحل او على البلاجات او على الشواطئ. or doing water sports. او لما بيقوموا بآآ water sports الرياضات المائية. like scuba diving. مثل آآ الغوص في البحر باستخدام انبوب التلوس. يعني هنا يا جماعة المقصود بيها آآ بنرشد السياح ان هما ما يلوسوش او ما آآ يعملوش دامج اتلاف للكورال ريفس مسلا الموجودة في قاع البحر. بقى لازم نحافظ على الكائنات اللي موجودة في المحميات ديت. عاسب لكم انتم بقى شرين. نحل بقى شباب. ايه النبات اللي بيستخدم في صنع الملابس? طبعا القطن يا جماعة. رقم اتنين. رقم اتنين. وزارة ايه يا جماعة اللي بتفزي القصارة جاهدها عشان تجذب السياحة لما استمع وزارة السياحة يبقى. توريزم. توريزم يعني السياحة. انما هي وزارة التربية والتعليم. طب معناها السناعة وكل سلية الشرطة. قناة السويس. آآ راس محمد. محمية طبيعية. بعد كده البحر الاحمر مليان بالشعاب المرجانية الملونة. رقم ستة. بولي. دير. ار. ماني. ايجيبشان ميوزيوم. ماني. 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 اثار. صفحة تلتمية اتنين وعشرين. بنكمل. ايجيز. نوات. اه المهمة المصر السياحة. يبقى توريزم. لتر اي. نوات. ايه الضوء يا جماعة. آآ اللماء قوي وقوي جدا. آآ اللي انت بتحطه يعني على ما ترمى يعني اسمه سبوتلايت. سبوتلايت. يعني ضوء مسلط. او تسليط الضوء. طيب رقم تسعة. وينو جيزة. احنا بنعرف الجيزة. فور اتس انشانت. انشانت بيراميز. بسبب اهرامتها. اللي الاسرية. او القديمة. عشرة. زا الساوث. هوتيل. الفندو الجنوبي. is near the noot. and every year. it takes tourists. سكوبا دايفينج. يبقى near the farm. ولا كنال. ولا كوست. ولا بانك. هو قرب الساحل. the cost. we should not damaging the environment. we should stop. لازم نمنع. كلمة stop يعني يوقف او يمنع. لازم نمنع. damaging. it left the environment. البيئة. بعد كده. he bought. the house yesterday. هو اشترى. البيت مبارح. his. it's not now. يعني هو بيكون. المالك بتاعه. دلوقات اللي نواشتراها. يبقى owner. owner معناها صاحب او مالك. رقم 13. can you not a place for scuba diving. let's. قال له let's go to. or gather. يبقى can you suggest. هالممكن تقترح. مكان لل scuba diving. بعد كده. كايرو is located. الكاهرة تقع. نقط. the north of Egypt. in the north of Egypt. في شمال مصر. خمستاشر. ايجيبت is famous for. مشهورة ب. اه. it's ancient monuments. اثارها القديمة. بعد كده. i was sick. انا كنت عيان. نقط. to go to school. اه. نتيجة لذلك. ما روحش مدرس. أي. as a result. معناها نتيجة لذلك. as a result دي يا جماعة. ممكن تقول تساوي. so. تساوي. so. يعني لذلك. لذلك. انا ما روحتش المدرسة. ما روحش المدرسة. اه. الى هذا الحد يا جماعة. نكتفي. اه. ان شاء الله رب العالمين. الفيديو القادم. هنتكلم فيه. عن الجرامر. احنا خدنا خلفية عنه. دلوقتي. خاص بي المبني. ليه. المجهول. اه. لو كنت صفاته من الفيديو. اعملولنا لايك وشير. واشتركوا بالقناة لما كنتمش اشتركتوا. دعموكم يهمنا. اه. تعليقاتكم الجميلة بتهمنا طبعا. وبتكون اه. مهمة جدا بالنسبة لنا. ان شاء الله برد عليها. اه. بنقول لحضراتكم اه. اه. اشتدي حلقوا بقى لي من دول عشان المتحانات قربت. اه. اه. بنوعيدكم ب. اه. مراجعة جميلة ومراجعة حلوة. اه. ان شاء الله مش هيخرج عنها امتحان التيرمي الاول. اه. اكونوا معنا وانتظرونا. وان شاء الله تجدوا كل ما يسركم. اه. الى هذا الحد نكتفي. واسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسلامة شباب.